موسيقى السلام و مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكم في كوزين بايمنو اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد و على ايلي و صحبي اجمعين اليوم جيدكم برسات جديدة اليوم اللي يعشق شوكولاتة و يحب الشوكولاتة برشا اليوم مش نعملو مبعضنا قطو الدانات بطريقة ياسر بسيطة مكونات كذلك تقريبا موجودة في كل منزل فيسع فيسع ما تحضر ما تاخدش برشا وقت هذي هكا القطو متاعنا طويقا مش نقصو عمبعضنا و مش نوري هالكم من داخل حبيت نقولكم اذا كنتم الزوار جدود مرحبا بكم فضلا و ليس امرا اشترك في القناة و فعل جرس بايش يوصلك كل جديد ما تنسيوش بايش شجعوني بالجيم وتعملو لي كومنتر تحت الفيديو طويقا مش نقصو القطو مبعضنا لحقيقة انا ما خليتيش تبرد بالبيهي ماذا بكم تخليوها تبرد بالبيهي قبل ما تقصوها بسم الله هذي هكا هذي هكا القطو متاعنا من داخل كما تلاحظوا هذي هكا هذي هكا الشكل متاحها ياسر بنينة ان شاء الله تجربوها و ان شاء الله تعجبكم ما نطولش عليكم خليكم تواكع مع طريقة التحذير والنقادئ هذي هكا هذي هم المكونات متاعنا مش نستحقه ثلاثة كايبات اعظم بحرارة الغرفة شوية ملح العلبة متاع الياغورت دانيت الشوكولات مش ناخذوا قايبة ياغورت و كذلك بالعلبة مش نكايلوا حكا و نص سكر عندي الهنا مغير فا كاكاو حكا كما تلاحظوا خلطها بين زبدة ذوبتها شوية في العلقاس و زبتها شوية زيت نباتي مانيت هتنجموا تعملوا الحكا كاملة زيت نباتي و حكا كاملة زبدة مذوبة و الها تخلطوا كما عملتنا اليوم شوية زبدة و شوية زيت نباتي و عندي الهنا باكو خميرة مرتبات باكو سكر فاني ثلاثة حكوك فارينة زادة مش نكايلوا بالكعبة الياغورت الدانيت و هذي عندي المول الي مش نطيب فيه القطوة امتانة و دونكتا ويكا مش نبديو باسم الله اول حاجة مش نبديو بيها مش نعملوا البيض ضروري ان ما يكونوا بحرارة الغرفة البيض طويكا مش نكيل حكا و نصف سكر عندي الهنا هذي هذي هكا العلبة فارغة ماش نزيدو نصف ماش نزيدو نصف ماش ندوبو هذيك السكر مع البيض حتى ميني بياض و يدوبنا السكر سنضيف السكر فاني و نزيد شوية ملح ماش نزيد شوية ملح ماش برشة بشاكية جزء لتعديل المذاق و نكمل و نركض كما قلت لكم من الخليط امتانة البياض و السكر في دونك لما رحلة هذي ماش نضيف كيبة اليوغورت من الخليط ماش نضيف الزبدة و الزيت مالي نضيف الفرينة والخميرة كيف 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 كما قلت لكم ثلاثة علب ترينا شنطيلوهم بالغلبة شنغربلوهم الاثناء العربة للولاي كمهور ذرينا وتضيف الفرينة نغرف الكاكاو نغرب لهم الشكولين مع بعض هؤ نضيف زيت باكو نخمره سوف تشعره الكاكاو كاكاو لازمنا هاكيه يتعدى وعصى فيه حلون بالبيه كما هاكيه ندخلوا المكونات لكل مبعضها في المرحلة هذي نجمو نستعملوا الفوي هاكيه مانييل فور قاعد يسخن على 180 درجة مش نطيبوه على اول من اللوتا بقبل وبعدك نقوم بوضع من اللوتا ونحمروها كبير من الفوق وطبيعا كي تجي نعرفوها طيب نحشيوها كيردون في وسطها باش نعرفوها لهي طابط وإلا لا مثلا يحدو هذي هكا القوام المطلوب كما قلت لكم بشوية وبرر مستحقش برشا ركضة عشنا اخو المون متائك كما قلت لكم دهنتو بشوية زبدة ومش نسلق الخليط متائك بسم الله ندخل الفورة طيب بعد ما طيب ونرجع نوريها لكم بعد ما كملت طيب القطو دانيتم كما تلاحظوا عندي لهنا 50 جرام شوكولاتة ذوبتها في الميكرون 8 با 10 ثواني ونخرجوها نردو برنا لتتحرقنا توقع مشن نسقيو بيها القطو متائنا نجمو تزيدوها شوية كريم فريش وتنجمو تذوبوها جوش تاكية بشوية حليق وكهو نسقيو بيها القطو كما تلاحظوا بعد ما طيب ونرجع نقوم نسقيو بيها بعد ما طيب ونرجع نسقيو بيها سوف نضغط في الفور وعين وميزان و الفور و التمبراتور و التمبراتور كذلك نضغطها 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 نقصها و نضغطها من داخل نضغط نضغطها 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 و نضغطها و نضغطها و نضغطها نضغطها شكولات هذا الفصدق يصبح نضغطها و نضغطها و هذه هي قطوة و ان شاء الله تجربتها و اذا كانت تجربتها لا تنسوا تشاركونا تطبيقاتكم و اتبارتجوا الوصفة بين حبيباتكم و صحيباتكم باستعمل الفائدة و هناك وصفة قادمة ان شاء الله و بس لما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة